موسيقى جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بشأن محلية حيث دعى خبراء اقتصاديون الأضراف السياسية إلى تحيد العملة الوطنية عن الصراع وحذروا من تبعات قرار ميليشيات الحوثي بمنع تداول أو حيازة الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها وتجري من يتعامل بها ومساعيها الخطيرة للنهب رأس المال الوطني وأسحب مداخلة المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملتي مقابل ما تسميه النقدة الإلكترونية وأضاف الخبراء أن القرار الحوثي اندرجوا ضمن السياسات التدميرية التي انتهجت الميليشيات للضرب بالاقتصاد الوطنية والفساد والمضاربة بالعملة وكان البنك المركزي في سنعال الذي تدير ميليشيات الحوثية أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة العملة التي ضبعت الحكومة خلال ثلاثة العوام الماضية في الخارج وأمهل التجار والبنك والصرافين شهرا للتخلص منها ابتداء من التاسع عشر من ديسمبر الجارية يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال يمني تدهورا كبيرا حيث تجاوز سعر الدولار سقف الستمائة ريال ببضعة ريالات افتعلت ميليشيات الحوثي أزمة مشتقات نفطية جديدة في العاصمة صنعاء وشهدت طوابير السيارات أمام عدد من المحطات بحثا عن البنزين والديزل وقال ملاك محطة في صنعاء إن المشتقات متوفرة بكمية كبيرة غير أن هناك جهات تفتعل أزمة لإنعاش السوق السوداء تتمثل بقيادات حوثية أو من الموالين لها من تجار الحروب والأزمات وافق صندوق النقد الدولي على خطة تمويل لتغذية حصة من إسقاط ديون السومال البالغة 5 مليارات دولار مقابل مواصلاته الإصلاحات الاقتصادية وقالت مديرة الصندوق إن خطة التمويل تتضمن منح النقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق لتسوية متأخلات السومال المستحقة له ومساعدتي على مضيف عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدمي صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون صادقة الجمعية الوطنية الموريتانية البرلمان على موازنة الدولة لعام 2020 بواقع ستين مليار وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة وستة عشر ألفا ومئة وثمانية أوقية جديدة يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية صعبة وارتفاع مستوى التضخم وترد العملة الوطنية حيث يساوي الدولار واحدا وأربعين أوقية وأخيرا ظلت أسعار النفط فوق على مستوياتها في ثلاثة أشهر لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع في الوقت الذي تلقت في الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت إلى ستة وستين دولارا وخمسة وعشر سنة للبرميل بينما وصل خام غرب تكساس الوسيد الأمريكية إلى ستين دولارا وسبعة وتسعين سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر